اشتركوا في القناة في وجهات النظر حول طبيعة العودة او الطريق الذي يمكن ان تسلكه والقرار بنهاية المطاف بهذا الموضوع هو سياسي بالدرجة الاولى وانساني بدرجة توازيها بتوافقه هلا لا ما بوافقه هذا الكلام نقلا عن مصادر امنية اليوم بتعرف انا ما بحب كتير كلمة المصادر الامنية انا احتكم الى البيانات الرسمية التي تصدر عن الجيش اللبناني والمدرية العامة للامن العام والمدرية العامة لامن الدولة وقوى الامن الداخلي وبعتقد في مؤشرين خطرين بدأوا يبينوا بالبلد بالعشرين يوم هو عودة ما يسمى مصادر امنية كل الوقت وهيدي بذكرنا بحقه بما كتير حلوة وبعتقد بيانات قيادة الجيش بتقول دايما الاحتكام الى البيانات الرسمية والشغل الثاني هو هذه المواجهة مع الحريات الاعلامية بتوجه تحية للاستاذ مرسل غانم من على هالمنبر لانه بعتقد كان هناك محاولة لتطويع الاعلام اللبناني والاعلام المسؤول والحور خلينا انتباه على هيد الاشياء بموضوع هذا السيناريو هذا السيناريو مفترض سيناريو ماذا سيناريو العودة نعم انه نحنا منحط ميت عائلة منخدهم على منطقة نحنا حربنا فيها ونحنا دمرناها ومنرجعهم عليها ومنطلعهم على التلفزيونات يشكروا حزب الله والرئيس الاسد على تسهيلهم للعودة نيح وهيدا صار موجود بالاعلام من اجل ماذا من اجل القول انه عودة النازحين السوريين تتم من خلال التنسيق مع النظام السوري التنسيق مع النظام اولا ثانيا تحت نقول انه في حدا بدي يخلي النازحين السوريين بلبنان ونحنا بدنا نرجعهم ونحنا نملك اداة ترجعهم يعني شعار للانتخابات اكيد حتما عودة النازحين الى سوريا التي هي اولوية وانا ادعو ادعو كل المعنيين الى قراءة اعمال ندوة مركز الدراسات والبحوث الاستراتيجية للجيش اللبناني يلين عملت من شهرين وصدرت اعمالها بعدد خاص عن مجلة الدفاع الوطني تحت عنوان لبنان والنزوح السوري الاعباء واولوية العودة في جلسة الدبلوماسية دبلوماسية العودة التي تحدث فيها السفير الدكتور خريل مكاوي رئيس منتد صفراء لبنان والسفير الدكتور نصيف حتى سفير جامعة الدول العربية السابق في باريز راحوا باتجاه بلورة رؤية للعودة التي تقوم على قاعدة التنصيق مع هيئات الامم المتحدة وتقديم ضمانات لعودة هؤلاء الى المناطق الامنة الضمانات يجب ان تكون امنية وقانونية وحياتية معيشية ثالثا بدء الاعداد الداخلي لعودة هؤلاء النازحين من خلال موضعتهم في مناطق جغرافية حدودية تمهد لعودتهم اربعة استكمال عملية الاحصاء والتصنيف وانهاء ملف عدم حصول بعض من النازحين السوريين اما فقدان لأوراق ثبتية واما عدم تجديدة وتسجيل الولادات الجديدة طيب هيدا عملية معقدة ومركبة العودة ما بتصير متل ما صار بالالفين وستة عندما عادة الذين نزحوا من الجنوب غير هيدا موضوع اخر طيب اليوم عم ينشغل على هذا الموضوع بوزارة شؤون النازحين الى ماذا وصلت قبل اسبعين استقالة دولة الرئيس سعد الحريري كان هناك انجاز لتفاهم حول السياسة العامة لقضية النزوح السوري في اجتماع اللجنة الوزارية التي ترأسه دولة الرئيس سعد الحريري وكان هناك بعض نقاط الخلاف التي احيلت الى فريق من الخبراء لنقاشه بحسب ما اعلن معالي وزير الدولي شؤون النازحين معين المرعبة ومعالي وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق اللي هن اكثر اتناير من خرطين بهذا العمل اكيد فيه ادوار لكل الوزارات ولكن هذا الموضوع بده عمل داخلي هادئ هذه الورقة تحدثت عن العودة الكريمة والامنة لانه كان فيه التباس ونقاش حول مفهوم العودة الطوعية تب لا خلا تكون كريمة بس بحسب المعايير المعايير الدولية وكلام دولة الرئيس سعد الحريري كان واضحا انه انت ما فيك تستقبل الناس عندك ضحايا وترجع تردهم تيتحولوا ضحايا او تردهم لجلادهم خلينا نكون دقيقين هذا الموضوع يجب اخراجه من الشعبوي ومن الارتجال ومن الحسابات الانتخابية تخشى ان يذهب ضحية البكرة المعارك الانتخابية اكيد هو سيكون في صلب المعارك مشاناك اعتقد انه احد نقاط الهدنة والهدوء واعادة ربط النزاع هو فهم تعقيدات ملف النزوح السوري وضرورة الاعداد للعودة ولكن ليس على قاعدة الاجندات السياسية التي لا علاقة لها بالعودة بقدر ما لها علاقة بتصوير ان هناك فريقا انتصر على فريقا اخر او نعم هناك تخوين لفريق لبناني وبدأ اعتذر عن كلامه انه السنة بدون يبقوا هادي السوريين بالبلد ان هذا كلام مشبوه انا سؤالي هنا استيزياد ان من يسوق لهذه الشعارات قد يخوض الانتخابات جنبا الى جنب مع خصوم الامس يعني كيف بدأت تستوي هذه الشعارات وهيك لاختم الحلقة شو بتعتقد الشعار الذي سيجذب الناخبين بالانتخابات المقبلة من بعد هذه الاستفافات او اعادة الاستفافات اللي شفناها بالمرحلة الماضية في ملف النزوح السوري هو اخطر ملف يمكن ان يستخدم بالحملات الانتخابية نعم الاهم ان تفهم الطبقة السياسية ان ادارة حملتها الانتخابية لا يمكن ان تكون على حساب الوجع الانساني وعلى حساب السيادة اللبنانية وعلى حساب الدبلوماسية الحكيمة هاو ده تلاتة اذا ما كانوا قائمين بموضوع معالجة النزوح السوري شو منكون عم نعمل منكون عم نروح لارتكاب اخطاء ارتكبناها في ملف اللجوء الفلسطيني بعد ال91 لانه كان يجب معالجة هذه القضية بكامل تداعياتها ولكن الوساية السورية لم تسمح لنا بذلك حينها شكرا لك دكتور زياد سايغ على حضورك معنا اليوم خبير السياسات العامة وشؤون اللاجئين شكرا جزيلا لك شكرا للمشاهدين على المتابعة وإلى اللقاء غدا في حلقة جديدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدين على المتابعة